جولة من المناقشات أجرتها المستشارة الأممية ستيفان ويليامز جددت خلالها التأكيد على أهمية عمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي بما يحفظ قبل كل شيء الهدوء على الأرض ففي السياق التقت ويليامز رئيس المجلس الرئاسي محمد بنف وناقشت معه توافق مجلسي النواب والدولة بشأن التعديل الدستورية الثانية عشر وتغيير السلطة التنفيذية مع التركيز على جهود تفعيل ملف المصالحة الوطنية وفي لقاء آخر مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكدت المستشارة على ضرورة استمرار المشاورات بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الاستقرار والتأسيس لمصالحة شاملة توصل البلاد إلى الانتخابات وفي أبرز محطات الجولة ومن دون إبداء موقف واضح من الصراع بينهما التقت المستشارة الأممية مع رئيس حكومة الحالية عبد الحميد دبيبة واستعرضت معه تصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد وقبلها وفي لقاء منفصل أكدت لرئيس الحكومة المكلف من مجلس وفتح بشاغة على ضرورة المضي قدما في العملية السياسية بطريقة شفافة وتوافقية بعيدا عن الإقصاء مع عدم زعزعة الاستقرار والأمن في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد رسالة واضحة تعكس وجهة نظر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رغم التباين الذي ترجمته مواقف صريحة لبعض الدول كمصر وروسيا في سياسة الترحيب المباشر بخطوة مجلس النواب الأخيرة القضية بتغيير الحكومة